قام منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسوان بزيارة عدد من القرى من بينهم السيالة والمحرقة بمركز نصر النوبة لمتابعة شكوى أهالي القرية والخاصة بموقع محطة الرافع بالقرية ويتم ذلك بالتوازي مع تفقد بعض المنازل التي تم حصرها بسكن كريم بنجع جبران مع بعض القيادات بالقرى وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي ذلك بجانب استمرار أعمال المجسمات الخاصة بمشروعات مراكز الشباب بقرى مركز نصر النوبة وأعمال الصرف الصحي بقرى مركز إطفو وبمجمع الخدمات بمراكز إطفو وكمومبو ونصر النوبة